كنت اتقطع فيه؟ لا هو اللي كان اتقطع فيه انا بجور لشاكلك هتقول ليه لعماد؟ لبركات 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 طبعا يعني لخص يعني الكلام احنا عيشنا فترة كبيرة 10 سنين اه طبعا وكمان في قوضة واحدة الحب طبعا لا مش في القوضة برا القوضة في القوضة خلاص هو يعني الا القوضة استقرار وهدوء قل لي موقف من المواقف اللي حصل معه لا براكاته هو المواقف كتير زي اي ماتش لازم هو يحطوله سيناريو هو يقرى المباراة ويحط سيناريو للهيلعب عليه وهيعمل عليه ايه او هيلعب ايه يعني هو كان يبقى شغله ممكن مستر مانيو اللعب نيه لعب نيباك رايت يبقى بيفكر في الباكليفت اللي هيلعب عليه هو حريف ولا هيضرب لعب جاهز يعني اه طبعا هلعب في نص الملعب هو اعماد و渴 انا و هو وتريك 3 و 2 واحد اه 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 وفي مطش تاني المحلة اه كان مطش صعب مطشات المحلة في ملعبهم اه فهو كان جاي بجول اولا أنا جبت جون المكسب كان 2 واحد احنا كسبنا 3 واحد اه اه فبور له يعني ما كانتش عرفت انت ما تجيبش جونو المطش اخلاص 2 واحد عنا كده 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 كسبانين اه اشان ما برضك فرحة نواصف فرحة الجون بتاعي أنا مش كل يوم هجيب جون طبعا هو الدم الخفيف والحياة دي دي مفاهاش هزار ومفاهاش كلام بس وقت الجد اللي الناس دايما ما تعرفوش عن بركات ده وقت الجد جد لا ما عبداليل بيقرأ الجيم قبل وقت المتشاط لا متشاط يعني بركات أنا شافه من أهم اللعيبة بجيل جزي طبعا وأنا أقول كمان يعني هو وطريك أنا أقول إن أنا محظوظ إن الواحد يكون موجود في الجيل ده طبعا طبعا مصعبان إن الاتنين كانوا جوم في وقت واحد يعني زي ما إحنا ده ببنشوف مش هقارن طبعا بليه مثلا ومراضونه والمقارنات الناس بيتقارنها ما بين الاتنين والاتنين ده حاجة إن ده لو جي في جيل لوحده ما ينفعش لإن كله بيكمل بعض كريستيانو النهاردة وميسي والمنافسة اللي ما بينهم من 10-15 سنة ده معفرة وده معفرة وكل واحد يطلع على الواحد لكن إحنا جاننا اتنين في وقت واحد يعني بصراحة ده مش موجود التاني سرد ده مش موجود اتنين موجودين إنت في الملعب مش هول آه لا أوقت كان تغمان ناتيم ضامن المكسب لأنك برضو كان عناصر اللعيبة وعناصر المكسب الملعب كله متكامل يعني كان متكامل طيب إنت أول حوار كان مع جوزيه فنيا اتكلم معك في إيه؟ في طريق لعبي هو كان عارف طريقة لعبة لعبك؟ أكلمنا لأن عارف إن أنا بنتعقد مع العيب مش صوير بدون أعطي كلامك هو جوزيه مع احترامة طبعا الكابت الخطيب وعدل القيعي بقاعدين أول معمان جوزيه يقدروا عليه أه خلاص يكسروا في الصخرة عشان يجيبوا اللعيب ده احنا اتعقد ده معاك عشان شايفين ان انت اتقدر تفيدنا في المكان ده كويس دفاعيا لكن هجوميا دي يعني انا مش احبز ان انت تكمل الزيادات اللي انت بتعملها هي كويس وبتعملها كويس لكن احنا مش حابين وانشرح لطريق اللعب اللي احنا بندفع بتلاتة واي حد هيجيب دينا جوان وعندنا ناس كتير تجيب دينا جوان عندنا مشكلة في طلوع الكرة من تحت تحضير يعني تبقى كل تركيزك ان انت الجوزء ده تعمله كويس كلامك مع المدافعين المجموعة اللي موجودة انا جيت كان موجود وقل جمعة موجود شادي موجود احمد السيد وجيت انا ورامي عادل كده احنا دي منظومة احنا الخمسة اللي بيلعب مننا تلاتة في الملعب علاقتنا احنا الخمسة كانت كويسة جدا قدرنا ان احنا الخمسة احنا تلاتة موجودين في النادي ادم مننا وقل وشادي واحمد السيد وانا ورامي قدرنا ان احنا الخمسة نكونوا ريبين من بعض قدرت ان انا اوصل للمفاتيح بتاعت وقل وبحكم ان كان وقل معايا في المنتخب العسكري فترة 2001 و2004 كس عالم عسكري وبطولة افريقيا في مالي اصدقاء وكنا موجودين مع بعض في المنتخب 2002 مع كابتل محسن صالح فالعلاقة كانت كويسة اللي كانت شوية ما تابدناش كتير كنت انا وشادي او احمد السيد فقدرت ان انا اوصل بسرعة ده مجموعات للمفاتيح الشخصية طيب انت تمرمت مع مدربين اجانب كتير قوي انا بقول جوزيه مختلف احنا الحمد لله برضو احنا عشنا مدربين كتير جدا انما في مدرب بيبقى لي بصمة انت زي نفسك بيغيرك من 160 درجة هالجوزيه وصلكوا للحالة دية انه بقى في انسجام بينك وبين الخمسة زي ما انت بتقول ومين احسن مدرب بتعاملت معاه في خلال مشوارك الكورة هو مصر مانول شوية مختلف لانه هو بيشتغل على التفاصيل شوية اللي ممكن تبقى يعني مش جوها الملعب بس برا الملعب وخاصة التفاصيل اللي هي الشخصية هو بيحب دايما ليه الواحد يتعلمه منه عشان كده انا بقول مفاتيح الشخصية هدي بتاعت مانول جوزيه اما يعرف الشخصية ويمسك خلاص المفتاح يعرف يتعامل معه كويس اوي وانا بقول مدرسته دي كانت شوية مختلف على المدربين لان ممكن المدرب يوجه الكلام لكل اللعيبة في وقت واحد اه وممكن يوجه لما دا كان بديها كل واحد اه كل واحد لي شخصيته اه يعني كان ممكن يكلم عماد يتكلم خط الدفاع يقول خط الدفاع بتاعنا النهار دا مش قلص لا لا بيكلم عماد لوحد هو كده بيكلم عماد بس يقولها ايه بالجمع اه كلنا لكن كان يجي وقت يكلم واقل لوحده يكلم شادي لوحده يكلم محمد يقول له انت عندك واحد اتنين ثلاثة كان ممكن يتكلم مع بركات مثلا طيب انا هاخد بركات من المجموعة بعد ما خلص كلامه انا عايز بركات او عايز تريكة او عايز مثلا في لافيو فيه ناس تقعد في المكتب وفيه ناس ممكن على هل جوزي كان بيحب ويقرأ على الدكة برا يعني مش عارف يعني مش استهاش طيب هل ازاي قدر يتعامل مع كل النجوم اللي في فرق دي دي مشكلة كبيرة ودي المعادلة الصعبة ايوا هو شوية كان عنده حاجة انا بحبها جدا فيه برضو اللي هو الشخصية اللي هو ايه انا بوش واحد يعني بقول انا بوشي انا بحب شالفه وضو لا 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 فانا هتكلم معك بانا صريح ودي مبدأ الصراحة ودي بتريح اللاعب كان حاجة كويسة لكن بص يا كابتن هو مفيش اختلاف ان اللعيب اللي بيلعب هيبها مبسوط اللعيب اللي ما بيلعبش فيه مبسوط ده ما حدش يرضي 34 لعيب او 30 لعيب او 30 لعيب وده اللي احنا بشوفه حتى حاليا في مجال التدريب اكيد هيدي لك اكتر هيدي لك اكتر كل لما اللعيب يحس ان انا فعلا بديك المعلومة او بديك الطريق اللعب دي او الجملة دي او التاكتك ده او الفكرة دي وانت سداتين وهتعملها في الملعب ومكسب انت خلاص هتنجحني لان نجاح المدرب يا كابتن هو نجاح اللعيب طبعا وده نجاح منو الجزيه انه كان بيدور ازاي ان اللعيب في الملعب هو اللي ينجح واللعيب ازاي يحبه كمان طبعا المدرب لو تحب من اللعيب ولو ما تحبش هكابت انت بقى مقتنع بيه بالضبط كده يعني انا لو ما حبتوش ملعبليش غزبا عني لا انا مقتنع بيك يعني انا إيه لا هيقنعني ان انا افضل في مكاني وبدفع بس ومعاملش الحاجة اللي انا بحبها في شغلي لما حسيت ان دي نجحت الفرة فعلا وحسيت ان طريقة اللعب وان انا لما اقف ودفع مع زميلي او ان احنا نعمل التحضير بشكل كويس ان الكرة تطلع للعيبة نص الملعب وكمان بفضل ربنا انا يمكن زودتي شوية ان انا ممكن اعمل الباص من عندي للرأس الحربة كان يجي في التمرين ممنوع يجي مسلا على لعيب زي محمد عبدالله محمد من نوعية اللعيبة اللي كان يكمل يمشي بالكرة كتير لو احنا هنلعب بفري محمد عبدالله يلعب لمسة ولعبة لو احنا بنلعب لمسة ولعبة عبدالله يلعب لمسة واحدة اه اه انا عارف كل امكانيات للعيبة يوقف تمريط التمرين يمشي زي ما هو عايص مش زي ما احنا كلعيبة عايزين التمرين لازم يبقى كويس التمرين في قوة وشدة مش طبيعية سامح للعيبة احنا كنا بنلبس الشنكر اللي هو يغط فرج في الشركير اللي هي السغيرة بتاعه الده وهو خلو التمرين في حماس مش طبيعي حماس التمرين واداك في التمرين وكان اقوي كمان من طيب أول مباراة أول مباراة ليك مع النادي الأهلي كانت مباراة إيه السويس في السويس 3-0 كسبنا 3-0 وأول مباراة لتألخ متعب عمد بداية زهور عمد متعب طيب هنخلي متعب على جمع شانا لسه هنجيبه إن شاء الله إنما بعد المباراة مانيورزي قال لك إيه لو على المستوى الشخصي ما أظنش إن كان فيه كلام يعني مواجه لأعماد لكن نكون عاملين فترة فتاعدات كويسة جدا عملنا مباراة ودية كتير لعبنا ب4-4-2 و4-3-3 واتفاجئنا في آخر مباراة ودية أن إحنا بنلعب بـ 3 وما كانش يقول 5-3-2 كان يقول دايما 3-4-3 3-4-3 بيؤمن نفسه الأول يعني هو كان دايما حاطط الـ 2-0 في نص الملعب وكان بيحسب بـ 3-2 رسحاروة وطحت 5-1 دول كان بيحسبهم 3 ما كانش بيحسب عشرة ده إنه هو مع منظومة نص اللاعب أيوة الهولي بيكمل ماهلش تلاتة خمسة اتنين يعني كانوا لك لا تلاتة اربعة تلاتة كان حاسب دايما رقم عشرة ده دايما إنه هو لعيب هجوم ومش لعيب دفاعي طيب لما دايبت في النادي الأهلي حسيت بفرق عن باغ اللي عندين أنت رحتها أو مين كان أقرب نادي قريب من طباع النادي الأهلي هو طبعا إن أنت تتحول أكتر من النادي الإسماعيلي كنادي بتنفس على بطلات ووصلت نهاية أفريقيا وإن أنت توصل مع النادي الأهلي المنافسة الليفل علي والأهداف برضو هنا عالية أكتر يعني أنت هنا مطالب إن أنت تاخد الدوري ماينفعش إن أنت تخسر ماينفعش إن أنت تتعادل آه برضو في الإسماعيلي لما تخسر كان بيحصل مشكلة والتعادل كان بيحصل فيه مشكلة لكن في الآخر إنت محتوط لك المركز الأول كبطولة ما عرفتش أنت موجود في المركز الثاني انت موجود في المركز الثالث عشان تلعب في أفريقيا وده كان بيحصل في النادي الأهلي لا هي البطولة هي رقم واحد واثنين وثلاثة وعشر هي البطولة طيب